أكد وزير والاتصال محمد بوسليمانيا اليوم الخميس من تلمسان أن تكوين الصحفيين لم يعد خياراً وإنما أصبح ضرورة مستعجلة كما أبرز الوزير لدى إشرافه على افتتاح الدورة التكوينية الخامسة حول الاتصال المؤسساتي أنه بالنظر إلى ما تعرفه الصحافة الوطنية من تنفس قوي في تشكيل الرأي العام فضلاً عن نشر المعلومات المغلوطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي فإن التكوين لم يعد خياراً وإنما أصبح ضرورة مستعجلة